كمن يسمع جعجعة ولا يرى طحنة هذا هو لسان حال أبناء تعز المدينة المحاصرة بالميليشيا ويوميات الحرب بل وما هو أبعد من ذلك فما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن دخول عشرين طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى تعز قوبل بنفي المتحدث باسم اللجنة الطبية العليا بالمدينة الذي أكد أن الكمية المعلنة عنها لم تدخل إلى مدينة تعز تصريح أعقبه آخر يمضي في ذات السياق حيث نفى المتحدث أيضا دخول ثلاثة ألاف سلة غذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي إلى المدينة المحاصرة معركة من نوع آخر تحملها التصريح المتضاربة التي أصبحت تحمل في مضمونها اتهامات لبعض ممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن وهو ما بات يشكل قناعة لدى شارع اليمني والموقف الرسمي أيضا ففي مطلع يناير الماضي طلبت الخارجية اليمنية من ممثل فوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مغادرة الأراضي اليمنية وأنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه بسبب مواقفه غير الحيادية وربما لسبب أو لآخر تأتي دعوة الرياض لممثلي الأمم المتحدة ومنطمات الإغاثة الإنسانية بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وذلك بحجة حماية موظفيها وليس ببعيد عن الأوضاع الإنسانية في اليمن التي تشهد تدهورا غير مسبوق جراء استمرار الحرب التي تجاوزت العام الأزمة الإنسانية في اليمن كانت عنوان دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ مساء الجمعة الماضية وبحسب الدبلوماسيين فإن الجلسة المزمع عقدها تأتي بدعوة من موسكو لإجراء مشاورات بين أعضاء المجلس الخمسة عشر حول ما وصف بالقلق من نقص الإمدادات الذي يهدد بوقف كل عمليات الإغاثة في اليمن تعود الدبلوماسية الروسية من باب المخاوف الإغاثية إلى واجهة الأزمة اليمنية عن طريق الوضع الإنساني إلا أنه بحسب مراقبين أن روسيا لها من ذلك مآرب أخرى